ترجمة نانسي قنقر اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوما عالميا بتيعرف باليوم العالمي للتسامح التسليم بالحقوق العالمية للإنسان وبالحريات الأساسية للغير هذا هو التعريف الذي أطلقته الجمعية العامة للأمم المتحدة على التسامح التي أخذت على عاتقها تعزيز التسامح واللاعنف من خلال تحديدها لمبادئ التسامح ووضعها لخطة عمل لمتابعة تنفيذ هذه المبادئ التي تعنى بتأصيل صفة التسامح في مجتمعات الدول الأعضاء ويهدف هذا اليوم العالمي إلى ترسيخ قيمي وثقافة التسامح والاحترام بين الناس ونبذي كل مظاهر وأشكال التعصب والتمييز والكراهية واحترامي جميع الثقافات والتقاليد والمعتقدات وفهم المخاطر التي يشكلها التعصب وفي ظل ما يشهده العالم من صراعات تسير مملكة البحرين بخطة ثابتة في وضع البرامج والخطط والاستراتيجيات لتعزيز ونشر ثقافة التسامح كما عاملت على تحقيق مبادئ التسامح في إعلان اليونسكو عبر إقرار العدل في تشريعاتها وقوانينها المحلية وإتاحة المجال والفرص لأي شخص لممارسة جميع حقوقه دون تمييز على مستوى الأفراد والمجتمعات والتصديق على الاتفاقيات والسكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان